هل تعبت من كثر ما كل مرة تدخل الأبس تندعس وما تقدر تجيب إلا نجمتين؟ مطفر ما معاك إلا شخصيتين خمس نجوم وكل شخصياتك أربع نجوم فلا تخاف عزيزي المشاهد فاليوم بهذا الفيديو راح أعلمك كيف تقدر تخلص الأبس في شخصيات أربع نجوم وكلها فري تو بليه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب معكم مريد شدر رجعت لكم فيديو جديد عن Genshin Impact وفيديو اليوم يا شباب راح أشرح لكم بالتفصيل كيف راح تقدرون تخلصون الأبس الجديد واللي يعتبر صراحة من أسهل الأبسات الموجودة وراح أشرح لكم كيف تخلصونه بشخصيات كلها أربع نجوم وكلها تقريبا كذا فري تو بليه واحد يقدر يحصلها ويبنيها بكل سهولة ولازم تستغلون هذا الشي يا شباب بأسرع وقت ممكن قبل ما يروح الأبس لأنه الأبس اللي موجود حاليا يعتبر من أسهل فلورات الأبس اللي نزلت في اللعبة فايب يا شباب قبل ما نبدو بالمقتلات السلاك والاشتراك والصلاة والنبي علي فضل الصلاة والسلام ولاتس كو يلا نبدأ وكي يا شباب طريقة الشرح رح تكون عن هذا الفيديو شباب زي ما تشوفونه من هذه القناة طبعا يا شباب أعتدر صراحة لأنه ما قدرت أسجل الفيديو أنا شخصيا ونا لعب الأبس لأسباب جدا كثيرة هو شي تعرفون أن العيد قرب وكذا أشغال مرة كثيرة وزيادة على هذا أنه صراحة شخصياتي كلها بناءها مرة بيض ما في إلا بنتباني زي الناس المهم يا شباب رح أعطيكم رابط قناة هذا الشخص بالوصف وزي ما تشوفون يا شباب هذه هي التيمات اللي راح يستخدمها كل هذه الشخصيات أربع نجوم أي تقدر تجيبها كفري تو بليه ولكن تقدرون بينكم تبدلون بينهم وتعدلون على هذه التيمات مثلا تقدر تشيل سيكروس تحط مكان أكزوها أو تشيل كايا وتحط مكانه آياكا أو بنت أو أي شيء تعدل في التيمات بس المهم يا شباب لازم يكونون زي هذه العناصر زي ما تشوفون يا شباب هذا هو الفلور الأول من الفلور الاثناش أهم شي لازم تسويونه بهذا المكان يا شباب بينكم تجمعونهم في مكان واحد طبعا هنا يا شباب زي ما تشوفون بالفيديو راح يستخدم سيكروس ولكن أنت تقدر تستخدم أي بطل ثاني تقدر تستخدم مثلا فينتي أو كزوها أو أي بطل خمس نجوم فزي ما قلت لكم بينكم تقدرون تبدلون وتعدلون على هذه التيمات علشان تزيدون من قوة التيم حقك بالنسبة لهذول الساموراي يا شباب فلازم أنكم تقتلون العنصر اللي ضدكم مثلا هنا أنت تستخدم كهرباء فلازم تقتل الكهرباء بسرعة لأنه عنده منع ضد الكهرباء فلازم تركز على الساموراي اللي عنصره نفس العنصر اللي معاك لأنه دمجك عليه راح يكون قليل فركزوا دائما على الساموراي وبعدها أكتلوا هذول الصغار لأنه ما ذول يموتون بسرعة أصلا والضروري يا شباب هنا تحتاجون عنصر ماء لأنه في كذا زي الشعلة في النص تسوي إفكت على الأداء عنصر نار فدمجك راح يقل بشكل مرة كبير عليهم فلازم أنك تضربهم بعنصر ماء علشان تكسر هذا الدرع فسيما يتشوفون كذا خلصوا الفلورو الأول والصراح يعتبر جدا سهل وهنا عندنا هذا الأسهل منه يا شباب ولكن صراحة اللي صدمني جدا يا شباب هو قوة التيم اللي حاطه زي ما تشوفون عنصرين ثلج يعطيك كريتريت مع شللينج وبيني تسوي ميلت شوف الدمج حق روزاريا 35 ألف شللينج جالسة تضرب حرفيا بالأربعين ألف التيم هذا يا شباب صراحة جدا أو بي تخيلوا أنك تشيل كاو يتحط مكان وأياك راح تشكل الأعداء كلهم اللي قدامك صراحة يا شباب التيم هذا فكرته جدا أو بي عنصرين نار يعطونك بفل الأتاك وسوون معاك تفاعلات وعنصرين تلجز يدولك الكريتريت مع روزاريا حرفيا دمجك راح يكون واصل للسماء وهذول الآلين يا شباب جدا سهلين وزي ما تشوفون جاب بهذا الفلور ثلاث نجوم أوكي الفلور هذا كان مزح يا شباب والآن راح نبدأ في الجد أول شي عند هذه الوردات الكريه يا شباب تجون علي اليسار علشان كلها تتجمع بمكان واحد ويا السلام لو كان معاك هنا كازو أو فينتيا أو سكوروس علشان تكذا تلمهم في مكان واحد تبدأ تشقهم شك تذكر يا شباب لا تفكر أبدا بأنك تتحرك من هذا المكان ظل بهذا المكان طول الوقت علشان الوردات كلها تنزل تحت الأرض وتنتقل قدامك فهتقدر أنك تفضي عليهم كل الكمبوات والعناصر اللي عندك إلا ما تدعسهم دعس فلو تشوفون بالفيديو يا شباب انواقف بمكان واحد وكلهم جاهزين يجون عليه فهذه أفضل طريقة يا شباب علشان ما تضيعون وقت لأنه هذه الوردات الكريهة تضيع وقت جدا كبير والآن جينا لأصعب فلور موجود بهذا الفلور زي ما تشوفون يا شباب أول شي تجون هنا على اللي سار علشان هذولاك الاثنين يقربون مع بعض هذول الاثنين لازم تكتلونهم أول شي جدا كريهين أنصر النار رح يسوي عليك دمج عالي وأنصر الكهرباء رح يأخذ من الألتم التبعك فرح تشحنه بشكل مرة بطيء فلازم تكتلون هذول السحرة أول شي يا شباب فزي ما تشوفون هنا جمعهم وبدأ يلطن فيهم يا حبيبي ما تشوف إلا قوة عناصر ودمج وتذكروا أنه أي واحد ينفجر كذا علشان يسوي الدرع حقه أبعد عنه لأنه رح يسوي عليك دمج جدا عالي وزي ما تشوفون الدوام حق تشالنج والألتمات حق روزاري الشغال فيهم تلطيم أنا متخيل يا شباب إيش رح يصير له في واحد حط أياك مع هذا التيم فرح يكون تيم جدا أسطوري موسيقى اخري يا ربون! لا يوجد دخول طاقة نريد حفاظي! تبقى فاتح! اخبري كنمي و رابطةة! تبقى فاتح! قلت! تبقى! قلت! هذا.. لا تازع؟ لا تبقى! في مكان واحد علشان تضمن انه كل ضرباتك تجي عليهم وزي ما شفتوا هنا بعد على ورا لانه اي واحد من هذول الكريهين ينفجر او يشغل الدرع حقه رح يسوي عليك دمج جدا عالي وانتبه من ان هذا الكريه الكهربائي لانه رح ينقص من الالتيمت حقك فلازم تقتله هو والناري اول شي لانه هذول رح يغثونك واما هذا الجاسف احد خوينه المائي هذا اللي تهزمه بعنصر الثلج فلازم تخلي دعني اخر شي لانه بس يعتبر انه كذا يتحرق كثير� ما رح يسوي عليق نفس ما يسوي علي الكهربائي و الناري ما هذا ما هذا 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 تباك 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 هذا هو هذا هو هذا هو مات لا تحتاج عنصر ما تقدر تهزمه بعنصر الثلج بس رح يطول معاك شوي بس هنا ما في مشكل عنده لانه معاك كايو معاره زاريا فبطلين عنصر ثلج رح يقدرون هم يكسرون الدرع الناري فزي ما تشوفون يا شباب خلص أصعب فلور بالأبس بثلاث نجوم بشخصيات في يوتيوب فصدقوني يا شباب التيم اللي حاطوا هذا مره مره أسطوري انصحكم تجربونه وتضيفون معاه شخصيات من عندكم خمس نجوم واما الفلور الأخير هذا يا شباب فيعتبر صراحة مره غثيث هو مو صعب بسنه غثيث لانك لازم تركز على هذول الاثنين وتجمعهم مع بعض أول ما يتجمعهم مع بعض ارمي كل شي معاك لا تسوي كومبوات ولا شيء حرفيا ارمي كل شي معاك من ألتات وزي ما تشوفون خوينه ما خلى ألتمت عنده ما استخدمها لازم تقتلهم بأسرع وقت ممكن علشان يشغلون الشيلد حقهم وتكسروا بسرعة لانه صدقني الفلور اللي رح يجي بعد هذا رح يكرهك حياتك ورح تحتاج وقت جدا كثير علشان تخلصوا فلازم تستغل كل ثانية بهذا الفلور وتخلصوا بأسرع وقت ممكن فزي ما تشوفون يا شباب هنا عنده ما شاء الله شينكشو دمجه جدا عالي وصراحة مسوي بالثقل بالتيم كأنه شخصية خمس نجوم فزي ما تشوفون يا شباب هنا عنصر الكهرباء مع الماء ومن سكرس والسورة الجاهس يسوي الشغل عليهم الدرح حقهم جاهس ينفض نفضه ما فيه ولا واحد كده استغرق منه أصلا ما تضل دقيقة واحدة فالتيمات هذه يا شباب قوتها بتفاعلات العناصر لازم تضرب بأكثر من عنصر طول الوقت وأما هذا يا شباب الفلور جدا كريه لازم تيجي كده على اليمين علشان تحاول تجمعهم مع بعض طبعا هم رح يبدعون كده يفحطون ويتفرقون بس انت كل عليك بأنك تكتلهم بأسرع وقت ممكن علشان يسويون الدرع حقهم حسنا 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 من طول الماب فزي ما تشوفون خوين هذا صراحة سوا حركة مرة أسطورية جمعهم مع بعض وبوم يا حبيبي قدر انه يخلصهم وخلص الأبس كامل بشخصيات أربع نجوم فبس يا شباب كده نكونوا صنا هنا هات المقطع تمني يكونوا المقطع عفاتكم صراحة يا شباب التيم الثاني اللي سوا مرة أسطوري اللي هو عنصرين النار مع عنصرين الثلج مرة رح يفيدك بهذا الفلور وحاولي يا شباب بأنكم لما تغيرون الأبطال لا تغيرون العناصر لازم العناصر اللي هي الثلج والنار والماء ضروريين جدا بهذا الفلور فإن شاء الله يا شباب رح أخلي هذه الفكرة سلسلة في القناة انه في كل مرة ينزل أبس جديد رح أجربه ورح أسوي لكم كذا شرح انه كيف تخلصونه بشخصيات فريتوب ليه وانت بعدها من عندك تقدر تعدل عليهم تقدر تشيل سيكروس تحط كازوة تقدر تشيل شينكشوت تحط بعدين يلا لو نزلت تقدر تشيل كاية وتحط أياك تقدر تعدل على التيم براحتك ولكن تذكر لا تغير العناصر فصراحة يا شباب الطريقة هذه مرة خرافية ونصحكم تجربونها بأسرع وقت ممكن لأي واحد ما خلص الأبس من قبل ادخل الآن وخلص هذا الأبس لأنه صراحة يعتبر من أسهل الأبسات اللي نزلت فبس يا شباب كذا نكونوا صنع نهاية المقطع تماما يكون المقطع أفاتكم لا تنسوا لكم الاشتراك وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام شوفكم على خير بالفيديوهات القادمة يا ساطية اشتركوا في القناة